بموازاة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تشهد الجبهات تفاوتاً ميدانياً وعسكرياً في جنوب شرقي أوكرانيا جددت القوات الروسية ضرب مواقع عسكرية أوكرانية في مدينة أوديسا وطال استهداف روسي بصواريخ عالية الدقة ثلاثة مخازن وقود ومصفات نفط وبنية تحتية وفقاً للدفاع الروسية فأن المشاءات المستهدفة تمد القوات الأوكرانية قرب ميكوليف بالوقود والتي شهدت أيضاً سقوط عدة صواريخ في مينائها وفي محيط العاصمة كيف أكدت هيئة الأركانية وفي مكان العام للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية وباتت منطقة العاصمة محررة بشكل كامل وفقاً للدفاع الأوكرانية وعبر هجمات عكسية تمكنت القوات الأوكرانية من استرداد مدينة إيربين وبلدة مكاريف بهدف إبقاء طرق الإمداد والطرق اللوجستية من جهة الغرب الأوكراني ومدينة الفيف مفتوحة أما في شرقي أوكرانيا قالت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ جوية عالية الدقة بالقرب من محطتين لوزوفا وبافلوغراد دمرت عربات مدرعة وخزانات وقود تم إرسالها لتعزيز القوات الأوكرانية في دومباس على الجانب الروسي وفقاً لشهود عيان سوم عدوي انفجارين في مدينة بيلوغرود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا وذلك بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك